أعربت مملكة البحرين عن إدانتها لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز عدد من الموظفين اليمنيين العاملين لدى الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات دولية وبعثات دبلوماسية أخرى اعتبرت المملكة البحرينية في بيان لوزارة الخارجية ومارسات الحوثي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية دعية للاستجابة إلى مطالبات المنظمات الأممية والدول الصديقة بالإفراج عن جميع الموظفين المحتجزين وأكدت وزارة الخارجية على موقف البحرين الراسخ والداعم للجهود الإقليمية والدولية لتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن